اعلم رحمك الله أن في دعاء الأحياء وصداقاتهم منفعة للأموات من قرأ شيئا من القرآن الكريم ثم قال اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان أو قال اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأت إلى فلان فإن كان ذلك الميت من أهل التقوى كان ذلك زيادة في رفع درجاته وأما إن كان من العصات فربما يخلصه الله تعالى من نكد هو فيه في القبر بسبب هذه القراءة وإذا قرأ المسلم القرآن الكريم في بيته ونوى بقلبه أن يصل ثواب القراءة إلى ميت مسلم من غير أن يدعو بذلك فإن ثواب القراءة لا يصل إلى هذا الميت إلا إذا باع القارئ ربه بقوله مثلا اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان أو قال نحو ذلك فإنه يصل أما لو قرأ المسلم القرآن على ميت مسلم في غرفة قبل أن ينقل إلى القبر فإن هذه القراءة تنفعه وذلك لأن القرآن الكريم إذا قرأ فإن الرحمة تنزل فيستفيد هذا الميت وكذلك إذا قرأ على قبر ميت مسلم أيضا يستفيد هذا الميت إذا ذكر الله عند قبر مسلم أو صلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر مسلم فإن البركات تنزل على هذا الميت المسلم في قبره ولو لم يقل الذاكر الواقف عند القبر اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى هذا الميت وذهب بعض أهل البدع إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء ولا غيره وما زعموه باطل مردود عليهم لا عبرة به عند أهل العلم والله تعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين